نفذ مدير بعثة أونماها تابعة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالمخة إسماعيل خان ومدير عام شرطة محافظة الحديدة عضو لجنة إعادة الانتشار العميد نجيب ورق زيارة ميدانية لأسرة الطفلة شيماء جلمود بالحيمة الساحلية التابعة درية لمديرية التحيطة التي قتلت بقذيفة حوثية الخامس الماضي وخلال الزيارة التي استقبلهما فيها مدير عام مديرية التحيطة حسن هنبيق استمع الوفد الأممي من النازحين والمقيمين في المنطقة عن معاناتهم جراء الاستهدافات الحوثية لمنازلهم ومخيماتهم والتي راح ضحية عدد من الأطفال والنساء مما اضطرت بعض الأسر لطلب النزوح هربا من الانتهاكات الإرهابية المتكررة واشدد العميد نجيب ورق على أهمية إدانة الميليشيا الحوثية وتضمين تقارير البعثة الأممية ممارسة الحوثيين بحق المدنيين والتي كانت أخرها قتل الطفلة شيماء البالغة من العمر خمسة أعوام وإصابت امرأة مسنة بجروح بلغة